طب إيه النقطتين المضيئين عشان نختم الكلام قبل الوقت حتى يعني نتطرق لأكثر من محور حاضر حاضر نقطتين مضيئتين كانوا موجودين أنا بسجلهم هنا والشيخ محمد حيزعل والله 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 وأنا قلت الكلام ده في مصر كتير لكن أنا بقوله هنا للشعب الإماراتي ولأي حد يحب يسمع النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم دعم الأشقاء اسمع فيصل اللي أنا قلت ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع ثلاثة سبعة فقالوا الشيخ محمد بن زايد يجيزوا لمصر طيب أول مرة هشوف شبي فجيه يعني كان ساعتها الناس بتوقف أنا بفكر كله بفكر الناس اللي في مصر قبل وفكر نفسي وفكر الناس اللي هنا يعني كانت بتوقف الناس طابير على محطة الوقود مفيش البتجاز مفيش سولارو بنزين مفيش أيوة أنا طب أنت ما تكسفش نكتول كده ليه ما تكسف ليه إحنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا نخلي إيه بالنا من بلادنا من بلادنا وكلامنا كنتم قولوا كتير في الأول لو تفكروا قولوا خلي بالكم من بلادكم خلي بالكم الأمان والسلام والاستقرار الموجود ده تمسكوا فيه كده على كل حال فجيه الشيخ محمد ومعه وفدم دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب مش أنا قلت له والله العظيم ما قلت له أنا بحلف والله ما قلت له بس تتلقيت السفن بتتحول من من البحر المتوسط والبحر الأحمر فيها البتجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين أنا بقول كده للمصريين بفكرهم بفكر نفسي وفكر اللي عايز يفتكر ده كانت أول نقطة إيه مضيئة وعشان أكون منصف وأمين والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي حيتقدم لمصر ولو لا وده مش عيب ده حالة حالتنا ده حل مصر وحال دول كتير دلوقت في المنطقة بتمر بكده حال دول في المنطقة بتمر بكده مبارح كنت قاعد مع أخويا الشيخ محمد رئيس الدولة بقول له هطلب منك طلب قال لي خير قلت له سوريا سوريا عشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا فقال لي احنا اقول كده ولا ما يصحش والله العظيم قال لي احنا بديبع التمنطيرات كل يوم صحيح قلت له اكتر قلت له ايه اكتر طب ممكن ان الشعب الاماراتي يزعل من ده مش عارف اوه وتزعله ابدا نعم اوه بالعكس تفتخره وتتشرفه وتساعده ان انتم عملتوا ده وبتعملوا ده دي الكلمة اللي انا عايز النقطة المضيئة الاولانية اللي لو لاها يا فيصل لا يمكن ابدا على قد عقلي وعلى قد تشوف اللي انا كنت شايفه ساعتها ان كانت مصر تعدي من اللي هي فيه ابدا ابدا اسمع الاحتياطي اللي كان موجوده كان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصل في الفين وحداشر لغاية الفين وآه تلاتاشر خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بجيب فيه المواد البترولية وخلص ويه خلص بقى فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي تجابه مع ده يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل الفين وحداشر ما بقاش موجود اذا اللي انا بأكده هنا ان لو لا وقوف الاشقاء في الامارات في السعودية في الكويت اللي انا بتكلم عليه لو لا ما كانتش مصر وقفة تاني